هذا وإيضا خلال وجود مركبة الفضاء المأهولة شنجو 13 في المدار من المقرر أن يقوم رواد الفضاء بعدد من مهم الأخرى من بينها تجميع المعدات خارج محطة الفضاء بدعم من الذراع الآلية ووفقا لرايد الفضاء ياجوانفو فإنهم من المخطط أن يتم خلال هذه الرحلة تنفيذ نحو ثلاث عمليات خارج محطة الفضاء كما سيتم ترتيب مهمة الالتقي والالتحم بين المركبة الفضائية ومحطة الفضاء باستخدام التحكم عن بعد ووفقا لرايدة الفضاء وانج يابينغ سيقوم التقم ببعض العمل التعليمية حول علوم الفضاء إضافة إلى إجراء مهام تجربية ذلك من أجل تقريب المسافة بين علوم الفضاء وجماهير